ايه هي وظيفة الشرايين في جسم الانسان؟ الشرايين هي المسؤولة عن توصيل الدم من القلب لجميع انحاء الجسم لما الشرايين دي يبتدي يحصل فيها ديء او تتقفل هو ده تصلب الشرايين فيبتدي الدم ما يوصلش لانحاء الجسم بشكل كافي واهمها السقين وبالتالي المريض يبتدي يشتكي من اعراض وممكن يوصل لمراحل متأخرة خالص زي الغرغرينة والبتر طب تصلب الشرايين اسبابه ايه؟ السن الكبير ارتفاع ضغط الدم مرض السكر زيادة الوزن الدهون التدخين يجب على اي مريض سكر ان هو يكون مزبط سكره تماما وضغطه ومزبط نسبة الدهون في الدم طب ايه هي اعراض تصلب الشرايين في الاطراف او في السقين؟ اول مشكلة المريض بيعاني منها هي مشكلة اسمها عرج مع المشي يعني المريض وهو بيتمشى رجليه يحصل فيها كرامب يمنعه عن ان هو يستكمل المشي وبعدين يبتدي المريض يحصل له حرقان في رجليه الحرقان دوت بيخليه ما يقدرش ينام مهما ياخد مسكنات في المراحل المتأخرة خالص المريض بيعاني من قرح شريانية في الرجل بالاضافة الى انه ممكن يوصل لمرحلة الغرغرينة والبتر اي مريض سكر لما يبتدي يشتكي من اي عرض من الاعراض دي لازم ييجي الدكتور جراحة القوايا الدموية وعن طريق فحص المريض واشعات معينة زي اشعة الدوبليكس او اشعة مقطعية بالسبغة على الشريان بنبتدي نحدد طبيعة المرض اللي عنده وطريقة علاجه ايه هي طرق علاج تصلب الشريان يا اما المريض دوت بنعمله جراحة ودي بقنا بنعملها في عدد قليل جدا من العينين لا يتجاوز الخمسة في المية ان احنا لو عندنا الشريان كده عامل زي مصورة والمصورة دي تسدد فبنجيب شريان صناعي ناخد بيت دم من قبل السدد ننقله لبعد السدد طيب ايه الطريقة اللي احنا بنستعملها الوقت على طول هي الاسطرة التداخلية الطرفية ودي بتتم تحت بنجة موضعي بند بنج فوق شريان الفخت وبندخل بابرة صغيرة خالص جوا الشريان ده نعد منها حاجة اسمها سلك مرشد وبعدين نوسع الشرايين دي ببلونات ونحط لها دعمات ونعيد تدفق الدم للرجل بإذن الله بشكل طبيعي جدا ونحمي المريض من مضاعفات تصلب الشرايين ان هو يوصل لمراحل الغرغرينة والبتر